لطالما كانت ورقة إغلاق النفط هي الورقة التي يلوح بها مجرم الحرب حفتر وعقيلة مع كل أمر لا يسير وفق هواهما فمنذ إعلان رئاسي تفعيل قرار تغيير المحافظ بدأت الدعوات من أبواق تابعة لميليشيات الرجمة بإغلاق صمامات النفط في عدد من الحقول من بينها حقلي الشرارة والفيل أكبر الحقول النفطية في البلاد هذا ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط بعد ذلك بفرض القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية بأغلب موانئ البلاد إغلاق سيزيد من ترد الوضع المالي في البلاد خاصة بعد إطالة أزمة المصرف المركزي إلا أنه في الجانب الآخر تتحدث عدد من التقارير عن بيع النفط بطرق غير مشروعة وأن الحقول لا زالت تعمل لكن خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط صحيفة أورغوس ميديا المتخصصة في مجال الطاقة ذكرت في مقال لها أن ناقلة فرونت رست بميناء لبريغة لتحميل ستمائة ألف برميل من النفط الخام لتكون هذه أول شحنة يتم تصديرها من ليبيا منذ الأول من ستمبر أي بعد إعلان القوة القاهرة في الموانئ النفطية كما ذكرت الصحيفة أن هناك ناقلة نفط أخرى مستأجرة من قبل شركة يومبيك الصينية قريبة من مرسل حريغة من المقرر أن تقوم بتصدير حمولة تبلغ مليون برميل بالإضافة إلى ناقلة ثالثة قريبة من ميناء السدرة حيث أن من المقرر أن تقوم بتحميل حمولة تبلغ ستمائة ألف برميل من النفط الخام فوفق التقارير التي ذكرت وأكدها عدد من متابعي ملف الطاقة بالبلاد أكدوا أن هذه الحمولات لا يتم بيعها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ولكن من قبل شركة خاصة مقرها في بنغازي تدعى أركينو ملايين البراميل تباع خارج إطار الدولة دون رقابة أو متابعة وبحماية من حفتر وميليشياته في استنزاف لمقدرات البلاد لصالح مشروعه العسكري ودون تحرك من الجهات الفاعلة في البلاد لإيقاف عبث حفتر وأبنائه